معاً والسؤال ده بتتقله كتير جداً عن الأبراج فحسيت أنه هو سؤال نحن نحن لما نكلم عنه يعني عن أو عن العلم النفس هيبقى أكثر إيجابية من أني أخذها عن طريق الأبراج فالسؤال ده هو إزاي أكون شخص غير مضمون وإزاي أخلي الشخص اللي أنا بحبه يبقى دايماً حيث أن أنا ممكن أروح منه في أي وقت هو اللي بيجي الوراي وما يختفيش كده ويبقى تألان علي لأنه هو حيسس أن أنا شخص مضمون موضوع كون أن أنت تبقى شخص اللي معاك ده بيشعر أن أنت مضمون بيفقدك جزء كبير جداً جداً من أهميتك بالنسبة له أو بيبقى خايف أنه يفقدك لأنه هو ضامن وجودك معاه مهما انحصل طبعاً بشكركم على كل ميسجز الجميلة اللي بيجي لي على السوش الميديا بتاعتي ولو أنتوا لسه مش مشتركين في السوش الميديا بتاعتي هبسط قوي أنتوا تدخلوا على الانستجرام وعلى الفيسبوك بتاعي اللينكات موجودة تحت وطبعاً اللايك بتاعك وهيكون دعم قوي جداً جداً للشانل عشان عايزين نوصل للشانل لليوم مشترك والفيسبوك لليوم مشترك والانستجرام لليوم مشترك طيب إزاي يكون شخص غير مضمون يعني إيه شخص غير مضمون مشكلة أن أنت تكون مضمون ده يعني الشخص اللي أنت بتحبه أو مرتبط به أو بتكراش عليه أو موكب دي أو موجود في حياته بيبقى عارف أنه محمن حصل منه أنت كده كده لازق فيه متبت فيه ماسك ومتشعبط فيه فعارف أن أي أكشن هيعمله سواء أكشن سلبي أو إيجابي أنت كده كده موجود أنت ما بتمشيش فضيئك أنت موجود شتمك موجود أهانك موجود أهانك ربطك برضو هتفضل موجود عارف عليك حد وخينك أنت برضو هتسامح وموجود فبيبقى ضمانك في حياته ده بسبب حكتين إما أنت بتقوله الكلام ده أنت دايما بتقوله أن أنا بحبك وبموت فيك وبعشائك وما أقدرش أسيبك وأهانك دايما موجود في حياتي ومهما حصل منك أنا هفضل أحبك أنت ممكن توصله المسيج دي ككومينيكيشن بالكلام يعني اللي هو تقوله أنت مهما حصل منك أنا هفضل معاك ومهما عملت أنا هفضل معاك ومهما تخونتيني أنا هفضل متشعبط فيك وماسك فيك بأداية وبسنين إما تعملها فعلا اللي هو مثلا يتجاه لك وما يكلمكش بالأسبوع أسبوعين ويرجع تاني كلمك تلاقيك زي الأهبل كده ما صدقت أنه هو يكلمك ويتكلمه وأنت مبسوط وفرحان وسعيد ويعني حس أن دنيا بتتنطط حوالك يهينك مثلا ما يحترمش معايد ومعاك يكون عنده معايد معاوي يكانسل وما يعتذرش يعني يهتمد ناس تانية أكتر منك وإنت كل ده زي العبيد كده بالزبط المتمسك بيه ومبسوط جدا وشايف أن الفرافيت اللي بيحدثها لك دي نعمة كبيرة جدا بالنسبة لك وشايف أن أنت شخص مضمون يعني معنا في حد كان عزيزة عليها قويس يوم من الأيام يعني قالي موضوع ضمان يعني كان بيقول لي رشا أنك كنيش شخص مضمون يعني ما تبقيش معطاقة وجفر قوي لدرجة أن الشخص القدامك يضمن أن أنت من كتر ما أنت جفر ومن كتر ما أنت معطاقة هو ضامن أن أنت موجودة سواء على طولها على طولها تفضلي موجودة يا جماعة موضوع ده بيفقد كثير من أهمتكم فبالتالي لازم تاخدوا موقف والذات معايش صاري الرجالة مش قوي يعني بصراحة الستات هم المتعبين ومعرفين قوي في الموضوع ده يعني البنت كده تبقى ما عندهاش استحقاق هي ما عندهاش ثقاف نفسها فحاسة أن الراجل ده يعني يا سلام بقى اللي هو بارن بديله بقى يعني آخر راجل في كوكب الأرض كله واللي هي لو سابته مش هتلاقي رجالة تاني في الكون فبالتالي هي لازم تمسك فيه وتشعبط فيه بقى وتلزق فيه بقى بصمغة وغيرة وبصمغة فراندة نلزق بقى لأنه لو مشي مش هنلاقي غيره لا على فكرة عادي جدا والله بيمشوا بيجي غيرهم أحسن منهم على فكرة فيعني نصحتي للستات أو للبنات اللي بيسمعوني رجل اللي معاكي مش لازم حتى لو أنت موسوطة معايا حتى لو هو بيضحكك حتى لو هو كريم حتى لو هو جدع حتى لو هو جنتلمان ماهو هيمشي هيجي واحد تاني على فكرة يعني أكيد مش هيبقى أسوأ معاونتي لما بتختاري لفل معين يعني لفل الوحش بتاعك ده مش هتنزلي عن اللفل ده فبالتالي عارفة أنه ممكن يكون فيه صفات كتيرة حلوة وعارفة أنه بس هممكن يكون بيخونك بيارف عليكي بنات كل شيء تقفشي كل شيء تقفشي مع ذلك أنت متمسكة لأ ما البنات دي كلها جاء تخطفوا فبالتالي يعني يا سلام دي موسابقة competition بقى فبالتالي أنا بشوف أنه لما تكون أنت شخص مضمون جدا في حياة الشخص اللي قدامك هو هيستخف بي هيستقل منك هيحس أنت بلا قيمة كأنك بلا سعر عارفين أنت الحاجة كده اللي هي يعني برايسلس كده إنه ملاهاش سعر طب ليه ليه يعني نحسس نفسنا بالعكس أنا لما أكون وثقة في نفسي ووثقة في إمكانياتي ووثقة في خدراتي وثقة أن فيه راح واحد أي مكان ومليون حد تاني أحسن منه يتمنى أن أنا أكون موجودة في حياته طب أعمل إيه أتصرف إزاي يا رشا أنا بشوف يعني أن أحسن تصرف أنه لما حد يدي لك يعمل تصرف معاك أو يعمل أكشن معاك أو يقول لك كلام أنت مش راضي عنه لازم تاخد موقف طبعا فيه ناس بتخاف تاخد الموقف أصلا أنت خاف تخسره لازم ما تخافش أنت تاخد موقف يعني ما تتعملش معايا بنفس الأسلوب خلاص هو دايقك في الكلام مثلا كان عندك خروجة والشخص ده لغى الخروجة من غير ما يعتذر من غير ما يقول أنا آسف من غير ما يبرر حتى كأنك إنت أولا حاجة يلا أنت هكذا مرزوع يعني موجود أنت هتروح فين يقول لك تعالى نخرج ما تنزلش حتى لو أنت هتموت وتشفي أو أنت هتموت وتشوف للشخص ده ما تنزلش قوله معلش صاري مش فاض وراء شغل عندي بريزنتيشن عندي خارجة مع صحابي خارجة مع أهلي خارجة يعني راح تجمي فمش كل ما مش هو اعتذر عن الخروجة أو ما اعتذرش أو لغى الخروجة لا خلاص يتعذب عشان نخرج تاني الشخص ده أنت كيف ضل تتكلمه وتكلمه وبردش مش أول ما يكلمك يلا من أول نص رنة وآي إيه ده أنت كنت فين أنت روح أنت اختفيت من الحياة عادي جدا يتصل مرة ومرة زي ما هو زي يعملوها وان تو وان يعني وان تو وان يعني هو أنت اتصلت خمس مرات ومردش عليك يتصل خمس مرات ومردش عليك عادي جدا هو مش هيتطير على فكرة هو لو عايز يكلمك يفضل تتكلمك إن شاء الله لو عايز فيه مرة مش هيختفي طيب دي التاني نقطة تالت نقطة أني أنت يعني يعني عبر عن استياءك قول أنا متضايق قول على فكرة قول أنا متضايق متضايق من الطريقة دي أنا ما بحبش أتصل بحد بييجنور مي ما مفعش أن أنا كون بكلمك وانت أولاين وانا شايفك أولاين على الواتساب أولاين على المسنجر وبتردش عليها وانا بتتصل بيك لأ صري ده فيه إلا التأدل لي وإلا تإحترام لي وما مكدلش الطريقة دي يعني فيه بنت الكب svyo شايفLY تقول لي و بيتجهل يعني أنا بيقول تولي مثلا أكون بتكلمه هو أولاين قدامي على الفيسبوك أو أولاين على الانستجر وأفضل أكلمه هو بيقرأ المaxter ما بيردوش لو هي تفضل تبعت تبلي يعني رقم الليل ذي IKEA على الطريقة اللطيفة دي ولما يكلمك ما تلعبريهوش يبقى لازم نحط قيمة وقدر لنفسنا الايمة والقدر اللي احنا بنشوفه بالنسبة لنفسنا اللي قدامنا الشخص اللي قدامنا هو هشوفه لينا فبالتالي لازم احنا حطين عارفين محددين ايمة وقدر واستحقق لنفسنا فبالتالي انا مقبلش اقل من كده مقبلش ان حد يهني مقبلش حد يجي على كرامتي مقبلش ان حد يجي على عزة نفسي مقبلش حد يهني اهلي ما قبلش حد يكلمي بأسلوب مش كويس ما قبلش ان حد يستقل مني ما قبلش ان حد يعتبر ان انا شخص مش مهم في حياته لو انا مش مهم في حياته يبقى هو مش مهم في حياتي فما نتقبلش يا جماعة الصورة الذهنية اللي احنا حطمها لنفسنا هي دي الصورة الذهنية لتنتقل الاخر طب يا رشم انا ما بقدرش امسك نفسي وافضل قعدة بقى بهري وبقدرش وافضل قوله مش هكلمه وفي الاخر ببضعف وبكلمه لا انشغله انشغله انعمله اي حاجة تانية تفرج على موفي كلمي واحدة صاحبتك قولي لها لو انا قلتلك هكلمه تفرف وشي اه الله حظ يعني قولي لها لو انا قلتلك هكلمه هزقيني انا استحق التهذير اه العاب الرياضة روح يقولي انا اتخينه وعايزة خص اهكام البشرة كاماني ماسكس بقى يعني مثلا ايه وانت لما تكوني احلى على فكرة او لما تكون شكلنا احلى الشخص ده هندم علينا فانا هتمل بنفسنا ان احنا نطلع بصوا يا جماعة انا دايما بقولها في كل الفيديو او هفضل اقولها ولو عملت كل يوم لايف او عملت كل يوم ام يعني عملت كل يوم هقولوكو عليها هو ان دايما احنا بندمع الناس الكويسة مش بندمع الناس الفشلة دايما بندمع الناس اللي بتكبر يعني انا هقولوكو ولا حاجة يعني مثلا يعني اكيد احنا هندمع الشخص الناجح هندمع الشخص اللي شكله حلو هندمع الشخص اللي بيطلع مش هننظر على الشخص اللي بينزل طول ما انت بتجبر والشخص ده يحس ان انت قيمة قيمتك في نجاحاتك قيمتك في ان انت تحقق اللي انت عايزه قيمتك في ان انت توصل اللي انت عايزه قيمتك احلامك اللي انت كنت بتطور تهزي وتحكي هلو بالليل الساعة 3-4 الفجر كده وانت عمليين تتكلمه هو مثلا مستدفهك وشايف ان انت بتحلم وعاش الأوهام ان هو يشوفك بتطلع سلمة بسلمة بتوصل للحلم ده ده قيمتك يقعد يقول ايه ده ده ما كانش بيقول اي كلام الشخص ده كان فهمه ما كانش شخص عشوائي ولا شخص مش منظم بالعكس هو عارف يوصل للحاجات دي فبالتالي يعني يا جماعة ما تتمسكوش بحد مش مسك فيك والله العظيم على فكرة الموضوع سهل جدا مع ان انا عارف ان الموضوع بيبقى صعب لما يكون في مشاعر اكيد انا ما انا بتكلم دلوقتي حتى رجل على رجل وقالة في بيتنا غلما يكون في حد بيحب حد بجد وحس ان هو لو فقدوا حياته هتنتهي حياتنا انا بتنتهيش عشانهم فقدنا لو الشخص ده ضامن وجودك وضامن ان انت مش هتسيبه ضامن ان انت مش هتمشي ضامن انت هتفضل ماشي متكلبش فيه مهما ان هو عمل هيقض يخبط فيك على طول على طول على طول لان عارف ان هو بيديك بالبوكس من هنا تقول له الله انا بحب البوكس بصراحة البوكس المبيجي من هنا كده منك بيديني يعني ايه يعني طب ماهو اكيد هتفضل يعمل فيك كده يعني اعترضوا واحتجوا ما تقبلوش باقل من ايمتكو ما تكونش الشخص متاع don't be available don't be super available كمان يعني يا جماعة بشوف ميسجز بتجيب صراحة بتجنيني فارجوكو يعني ركزوا في الحاجات دي عشان يعني مش هتقول لكم يعني انا احسة واحدة في الدنيا طبعا انا فكرة لما بكون في نفس الموقف زي زي اي حد اكيد برضو بلغي علي ومشاعر اللي بتحركني فاحنا بنشجع بعضينا يعني احنا بنقول بعضينا عشان ايه كلنا كده ايه نزق بعضينا مفيش حد في الدنيا perfect عايزة اقول لكم ان اقول لكم على سر اجعص life coach او relationship coach في الحياة لما يكون هو بيحبه ولما يكون هو موجود في الموقف بيتصرف زي الاهبل والله عظيم بيتحول الى شخص اهبل انا واحدة من نسمي كده اي حد في دوقت حدى اقسم بالله هتقولي اي life coach او relationship coach عظم على عظم وهتو كده حطوه في موقف مشاعر متدخلة اكيد مش بيبقى perfect بيبقى بيجد لان مشاعر وانت انت دخلك بتحس ان انت كده فقط القدرة على السيطرة على عقلك فبالتالي بتحتاج بقى حد زي كده زي اي حد يعني instructor او حد coach ان هو يقول لك اعمل وتعملش وحاول ونفكر بعضينا كده يا جماعة شكرا قلولي ايه رأيكو قلولي الناس المعترضة ايه رأيهم قلولي ايه الحاجة اللي انت بتعملها علشان ما تكونش شخص متاح ومضمون thank you اسمعوا الكلام وخاصة للبنات انا عارف الرجال احسن مستدفع الحاجات دي الرجل بيبقى وتد كده شوية اشتغلوا على نفسوك وطوروا من نفسوك وخليكوا افضل ما تتمسكوش بحد مش مايفك فيكو شكرا بحبوكو جدا 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 اشوفكو فيديو تاني او بليز ما تنسوش تابعوني عايزة كل الناس تتفرج الدوعة علي يدخلوا على الانستجرام بتاعي بجولي وكمان تدخلوا على الفيسبوك بتاعي تدخلوا على رشا مراد بالعربي وبالانجلش هتلاقوا الصفحة موجودة thank you وعبالوا لايك عشان اللايك بتاعكم مهم جدا لدعم القناة thank you bye